طيب واحدة من الأشياء اللي دا فكر بيها لما دا أقرأ هذا السؤال إنه هناك للأسف بعض الزملاء مع كل الاحترام لكل الزملاء لكن إحنا عدنا إنه نطي المريضة هواي أدوية تمام وهذا الشيء مرفوض تماما يعني بالغرب إحنا عايشين ونشتغل بالغرب يعني من الصعب جدا أنه تحط المريض على ثلاث أدوية مجرد لأنه أنت تريد تحط على ثلاث أدوية ما يصير أنت لازم تستخدم دوة واحد فقط هذا الدوة الواحد إذا ما نفع ممكن تغيره إذا نفع شوية ممكن تضيف على يده وثاني تمام ممكن لكن من غير مقبول أنه تحط المريض على دوايين هما اثنيناتهم دي يسوون نفس الشيء بالنسبة لمضادات الذهان مو بالنسبة لمضادات الاكتئاب لا مضادات الاكتئاب ممكن تحط اثنين سوى يعني ممكن تحط مرتازبين ويافنلافاكسين ممكن تمام لكن أنه تحط مضادين للذهان سوى ما عدنا دليل على أنه هذا الشيء مفيد فالأخ هنا سؤال مالتا أنه المريض مالتا هو على رسبيريدون والأولانزابين في نفس الوقت ما يصير احنا المريض لو نحطه على رسبيريدون لو نحطه على أولانزابين ما يصير نحطه على اثنيناتهم سوى لأنه هاي الاثنين الأدوية دي يسوون نفس الغرض لكن انت دي الضاعف الأعراض الجانبية على المريض فلذلك هو السؤال أنه هذا الشخص هسا المريض زاد وزنه تمام وبعد هناك هناك يعني عراض موجودة لحد الآن يعني التحسن تحسن يعني متوسط كان مو تحسن جيد جدا فش سوي الحل أخي خضير أنه أولا لازم ترجع على الطبيب أو تراجع طبيب ثاني وتطلب منه أنه يوقف واحد من الأدوية ما يصير أولانزابين ورسبيريدون تمام وأنا أفضل إذا مسألة الوزن هي يعني مشكلة ويوقف الأولانزابين لأن الأولانزابين هو أكثر شيء يزيد الوزن طبعا الرسبيريدون ممكن يزيد الوزن همينا بس مو مثل الأولانزابين الأولانزابين خلي نقول واحد من أسوأ الأدوية اللي نستخدمها اللي قد تزيد الوزن بس يعني انتبهوا يا أعزائي المشاهدين لما دا أقول واحد من أسوأ الأدوية يعني ما يعني أنه هو الدواء سيئ هو دواء جيد بس أنت إذا تريد تتجنب زيادة الوزن ابتعد عن الأولانزابين تمام فأني أقول أخي غضايير ترجع على الطبيب أو تروح الطبيب ثاني يقلل يوقف لك واحد من الأدوية والأفضل يوقف لك الأولانزابين يستمر على الرسبيريدون هل أنه تطيق ديباكين؟ الديباكوت هذا هو دواء من الأدوية لنعطيه بأمراض الصرع وقاكم الله من كل سوء لكن هو أيضا ممكن يعطاك مثبت للمزاج حقيقة لا أنصح به ما أنصح به أنت تتعالج الذهان نعم إذا كان هناك يعني اختلافات بمزاج الشخص يعني مزاجه يوم صاعد يوم نازل ممكن أنه تحض ديباكين بس إحنا ما نحطه أنت تعالج الذهان بدواء واحد الأفضل رسبيريدون إذا صار عنده مثلا يعني اكتئاب تعالج الاكتئاب ويروية الذهان اثنياناتهم فممكن تحط على دواء مضاد للذهان ودواء مضاد للاكتئاب أما الديباكين فما أنصح بي ما نستخدمه هوايا حتى هنا أنا والله ونسأل الله لكم العافية ترجمة نانسي قنقر